شهد الأردن خلال عام 2018 عدداً من الوقفات والاحتجاجات الشعبية شغلت حديث الرأي العام في مختلف المجالس وعبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي كان أهمها احتجاجات رمضان الماضي حيث استقالت حكومة هاني الملقي وكلفة عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الحالية الدوار الرابع الطريق المفضل لدى أغلب النخب الشعبية في رفض القرارات الحكومية وبالرغم من أن شرارة الاحتجاجات بدأت من مختلف محافظات المملكة إلا أن بداية شق الطريق أمام خلق وقفة شعبية تتمركز في محيط الدوار الرابع بدأت منذ أن أصدر مجلس النقابات المهنية قراراً بإضراب واسع لحث حكومة الملقي على التراجع عن مشروع قانون الضريبة وتعديل نظام الخدمة المدنية الاحتجاجات الشعبية التسعت لتشمل مشاركة مختلف الأحزاب السياسية حيث حملت شعارات طالبت بإسقاط الحكومة والتراجع عن رفع الأسعار وتعديلات قانون ضريبة المبيعات والعودة عن تحرير أسعار الخبز ورفع الدعم عنه وسرعان ما استقالت حكومة الملقي وتم تكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة التي شملت 14 وزيراً من سابقتها إلا أن الوقفات الاحتجاجية في مختلف المحافظات استمرت سعياً على تأكيد المطالب الشعبية بتغيير النهج الاقتصادي الذي تبنته معظم الحكومات المتعاقبة حكومة الرزاز تبنت نهج الحوار والتشاور في إقرار السياسات العامة واتخذت قراراً حاسماً بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي طرحته حكومة الملقي وفي المحصلة تمكنت حكومة الرزاز من إجراء حوار موسع مع مختلف الأطراف والفعاليات لتخرج في النهاية بمشروع لقانون ضريبة الدخل سرعان ما أخذ مساره الدستوري عبر مجلس الأمة وصولاً لإقراره لكن ذلك لم يكن نهاية الطريق فلم يمر أسبوع على إقرار مشروع القانون حتى عادت الاحتجاجات إلى الشارع وتمركزت في محيط الدوار الرابع وفي ظل الاحتجاجات الشعبية التي تنتقد الحكومة استقبل رئيسها عمر الرزاز مجموعة من الناشطين والحراكيين سعياً منه لمتابعة نهج الحوار إلا أن الحراك استمر واتسعت دائرة مطالبه اشتركوا في القناة